السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدين قناة سارة انجليش مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد الذي كان من المفروض أن نديروا البارح لا يوجد مثالية لأن البارح قدرنا هذا الفيديو وبالطبع لا يريد الناس أن يدخلوا لهم لكي يكونوا يسالوا لذلك كل الفيديو ندلوا واحد التلخيص إذا في هذا الفيديو كيف ستتعامل مع علاقة المتيحان بالطبع نحن نجاوب على المتيحان ديالنا وأيضا كيف ستجاوب على الأسئلة هنا بالضبط فاذا تريد أن نجاوب على أسئلة النس خصوصا؟ لا يجب أن تفهم كل كلمة في التكست لكي تستطيع أن تجاوب لا تستطيع أن تجاوب 15 نقطة كاملة ولكن لا تستطيع أن تجاوب 10 نقطة لا تستطيع أن تجاوب النس كامل شي لا ما فهمتش هو هالوقع ولكن لا يمكن أن تجاوب التكنيك لكي يخدمه في بعض الأسئلة نبدأ هو الأول نقرأ هذا التكست أرثور زانج هذا التكستطيع أن تجاوب النس كامل أو الأيبال لا تستطيع أن تكونوا كلمات بكلمة 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 لكي يعني من الأفضل أن تكونوا حقين إحداكم برقة وستيلوه أو لدفتار الذي تراجع فيها اللغة الإنجليزية لكي تقيدوا عندكم الأفكار ليس الأفكار، الكلمات التي كنت أشرح لأنه ستستفدوا منهم بزاف ستكتسبوا فوكابلوري وإذا كنت تكتسبوا فوكابلوري أو بالطبع فلاش تريد أن تكتبوا فوكابلوري فلاش تريد أن تكتبوا فوكابلوري مادم استعملتها مرة أجول ستكتبوا فوكابلوري لكي تستعمل وقت ما بغيته يعني هذيك الفكرة جت له في دماغه came to his mind جت له في دماغه وعندما كان كان يتفرج في واحد في التلفازة about electrocardiographs على ذاك شي تختطت القلب during a visit فاش مشاء الوحد الزيارة السبتر بألفين وسبعة the cardiopad is a computer tablet يعني هذك الكارديو باد واحد التابلت it diagnoses patients with heart diseases يعني كتشخص الأمراض المرضى هما patients diagnosis هي تشخص كتشخص المرضى اللي عندهم المرضى ديال القلب in remote areas فهدوك المناطق النائية remote areas هما rural areas where access to medical services is very restricted الدك البلايس اللي هما remote areas هما مناطق اللي كيكون لسرفيس ميديكال كيكونون very restricted محدودين when a medical examination is performed on a patient in a remote village يعني فاش واحد الexamination واحد الفحص medical طبي is performed كي تدار على واحد الpatient واحد المريض in a remote village واحد المهم remote ما هي واش بلا من بقى نضطر انا نشرح شي كلمة فايت ليش رحتها غيكون افضل باش تحاولوا انتم تعقلوا عليها مشيلا كل مرة نشرحها لكم the results are transmitted نتائج تكونوا تترسلوا كي تنقلوا from the nurse's tablet من الطابلت ديالة nurse ديالة الممرضة to that of the doctor لهادك ديالة الطبيب اللي هي هي الطابلت وزين اللي هو من بعد كي يشوف كيتعامل ولا كي بحالة قلتي كيعطي واحد شخص لهادك الحالة اللي سافتتلي ولا دوك لغيزولتة اللي سافتتلي the device هاد الجهاز هذا هو device is believed to be africa's first medical tablet that can send the results of cardiac tests to a cardiologist via internet connection يعني هاد الجهاز is believed يعني بحالة قلتي يعتبر انشي اللي قصده is believed to be the first انه يكون اول medical tablet اول طابلت طبية افريقية that can send results ليس قدر تصفت the results ديال نتائج لغيزولتة test test ماشي النتائج اختبارات يعني فاش كيدروا لهم اختبارات متاع القلب بحال تخطيط بحال كوشدكش اللي كيدروا لهم في القلب دوك الغيزولتة اللي كيتسافتو لواحد مختص في القلب فيا عن طريق الانترنت connection the heart specialist يعني المتخصص في القلب makes a diagnosis كيدر واحد التشخيص and send it back وكيصفتها التاني with a prescription واحد وصفة طبية بواحد الوصفة الطبية to the nurse الممرضة كيفاش دعم انه to treat the patient كيفاش تعالج المريض when i decided يعني اتشتبه هو كيهضر when i decided to design the tablet يعني فاش قررت decided هي قررت اعقلوا على هاد البرب مزيلا لانكم لا تقدروا تتخدموه بزافة الرايتين when i decided to design باش انا ننقذ هاد التابلت هدي i didn't have the knowledge because i am basically a computer engineer ما كانش عندي المعرفة i didn't have the knowledge ما كانش عندي المعرفة because i am basically a computer science engineer لان انا بحالة قلتي basically لاباس دياله اللي هو فاش تخدمة الاساسية ديالته هو راه غير engineer ديال الكمبيتر مهندس ديال الحاسوب i learned a lot from an online free program on electronics provided by the indian institute of technology يعني تعلمت بزاف من واحد البروغرام اللي هو free فابور online على دوك الالكترونيكس provided اللي بتمنح من طرف provided by بتمنح من طرف واحد للستيتيو واحد المركز في الهند متاع تكنولوجي the funding بحالة قلنا هما الفلوس اللي خاصين البروغرام so the funding of my project was difficult يعني دوك الفلوس او لله قدروا نقول الرس المال ديال و ديال داك البروغرام was difficult كان شي حاجة صعيبة i went to the banks مشا و لقلك انا رمشيت للبانكات but ولكن they wanted all sorts of guarantees بغوا جميع انواع انتاع القارنتي so i posted a video about my project on facebook to raise funds i posted a video يعني لحت واحد الفيديو على my project على المشروع ديالي on facebook to raise funds باش نرفع مهم الراس المال دياله this lead to هاد شي ادى الى يعني دك انه الفكرة انه بوست الفيديو في الفيسبوك ادى الى عشرين الف دولار grant from the cameronian government grant هو الحلقة التي منحة من الحكومة او الدولة الكاميرونية which zang used to produce لي which يعني دك الفلوس which zang used to produce لي استعمل هاد zang باش انه ينتج عشرين tablet two of which جوج منهم are being tested يعني كيتختبرو in hospitals in cameron كيتختبرو في بعض بطارات في cameron the cameronian scientific community has recognized the cardiopad as extremely affected يعني دك المجموعة و دك المجتمع العلمي اللي في الكاميروني has recognized يعني كيعرف انه هاد the cardiopad as extremely effective كأنه فعال بزاف extremely بحال اللي قلنا very very يعني بزاف neat thanks to this device thanks to بحال اللي قلو بفضلي باللغة العربية حتى هي عقلو على هاد الكلمات تقدروا تتخدموها كانين كلمات سهلين تقدروا تتخدموها في الرايتين ما كلاش ترفعوا النيفو بزاف و بلا محتاجين لشي نيفو الطوب باش تقدروا تكتبوه thanks to this device يعني بالفضل انتع هاد الجهاز many patients living in remote areas do not have to travel to urban centers to seek medical examination يعني بالفضل ديال هاد الجهاز many patients بزاف ديال المرضى living in remote areas اللي كي سكنوا في هادوك المناطق نائية do not have to travel ما بقاش مزا محتاجين انه يسافروا to urban centers لمراكز الحضارية to seek medical examinations باش انه يبحثوا على فحص طبي sang believes that his invention could save numerous human lives يعني كي امن ان هاد الاختراع دياله يقدر انه غادي يساعد ولا غادي يعتق بزاف ديال الحياة متاع الناس ما فو ابني a 55 year old heart patient in a rural area of cameron said يعني هاد سيد هاد عنده خمسة وخمسين سانه واحد مريض بالقلب in a rural area في واحد منطقة نائية في الكاميرون سيد قال i have had cardiovascular disease for about a year now انا عندي الامراض متاع القلب وشرايين for about disease هو مرض for about for about بحلق لنا حوالي يعني about انتها تقريبا نقدروا نقولوا شو جمعنا يعني about حوله مثلا about this topic حوله هذا الموضوع وكان about حلق لنا for about حوالي حوالي سنة لحد الآن it is too costly and difficult for me to see a heart specialist in the city يعني it is too costly نشي حاجة غالية and difficult وصعيبة for me to see a heart specialist باش مشي نشوف واحد مختص في القلب in the city في المدينة the cardiopad saves me time and money يعني هذا cardiopad بحلق لتي وفرت علي الوقت ووفرت علي الفلوس mr zang says he has been contacted by private investors يعني قال انه he has been contacted يعني الناس الاخرين يعني بحلق لتي تقونتاكتا يعني الناس الاخرين هما اللي تقونتاكتاو لانه عندي هنا passive voice يعني الناس اللي هما investors مستثمرين في القطاع الخاص هما اللي تقونتاكتاو معاه ولكن but he is more interested يعني هو مهتم بزاف in investors هدوك المستثريمين who share his vision اللي كي باختاجوا الفكرة ديالتو أو النظرة ديالتو which is not of money اللي هي ماشي الفلوس but of better ways to help improve people's lives ولكن طريقة طرق أفضل باش يساعدوا الناس باش يحسنوا الحياة متاع الناس دا بنشافوا المتيحان ديالنا والكمبريهانشن ديالنا اللي دائما كتكون لخمستاشر نقطة ودائما تحت من الكمبريهانشن كيكتبوا لكم based all your answers on the text يعني نقاع الأجوبة ديالتو مخدهم من النص يعني متحاوش تبدع في شي حاجة So choose the best title for the text يعني غا نختارو أحسن تيتخ للتكست and number one a new medicine for heart diseases كان نظن أن هاد الجملة بينها لأن ديجا أنا شرحت لكم diseases هما أمراض القلب medicine كما هي بفرنسي دواء يعني قال لك واحد الدواء جديد لأمراض القلب number two a new way to manage hospitals واحد طريقة جديدة لإدارة المستشفيات three a new medical invention إذا أنتم ما أصلا كتلاحظوا ديك invention كتتعود شحال ما نخترت تعودت شحال ما نخترت في النص وأخا نكون أنا ما فهمش النص تعودت لي بزاف الكلمة نتاع medical وتعودت لي بزاف الكلمة نتاع invention يعني صفي هنا غادي نفهم أن الجواب الصحيح رهو a new medical invention B are these statements true or false and justify دائما إلا كانت true كتتجبد من الجملة من النص اللي خلاتك تعرف أن هاد الجملة اللي كتبوا لكم صحيحة أو لا خطأ تشوفو كيفاش number one Zang got knowledge of electronics online نفرضو مفهمش هاد الجملة غامشي للنص فشنو كان لقاك I learned a lot from an online free program on electronics إذا هناك اللحظو أنه الجواب هنا راه صحيح Got knowledge knowledge راه كان في الجملة اللي قبل منها لأنه قال لك I didn't have knowledge ولكن تعلم من بعد بزاف أونلين إذا هنا عندي true I learned a lot from an online program on electronics هنا بزاف الناس فش كتبت في life كتبت I learned بزاف قالوا لي هذا راه كينا learned أدي في الأخر ما كيناش تتي إذا هنا خطكم تعرفوا أن الverb learn عنده جوج انتع past participle جوج انتع past form عنده Udde فعنده أنك تضيف بجوجهم هو بحالة قلنا irregular and irregular في نفس الوقت number two The banks wanted to finance Zang's project without conditions إذا هنا هدروا على البانكات Wanted بغوا بش أنهم finance كنتظن أن هذه الكلمة خصتكم تعرفوها لأنها تدرت بزاف مش حال من حاجة قليتوا هش حال من خطرة يعني To finance إمولوه إمولو البروجيت دياله without conditions بدون أي شروط هناك الجملة ديالتي ها هي اللي كي هدر فيها على البانكس I went to the banks but they wanted all sorts of guarantees إذا هنا يا false I went to the banks but they wanted all sorts of guarantees كتلاحظوا أني كنكتب نفس ذاك شي اللي كان عندي في النص ما كي لاش ندير مثلا because this or this or this تقدروا تخرجوا شو بي على الموضوع ديالكم إذا من الأحسن تاخدوا الجملة كما هي وتحطوها three matho is positive about the cardio pad it's positive يعني إيجابي يعني كيشوف هذك الكارديو بال كيشوفها بوحد طريقة إيجابية إذا الحاجة اللي خلاتني في التكست نفهم إن هذا السيد هذا كيشوف بطريقة إيجابية لهذا الجهاز هذا هو الجملة الأخرانية يعني the cardio pad saves me time and money يعني وفر لي الوقت ووفر لي الفلوس إذا من هنا أنا رغا نفهم إنه رعا عاجبوا الحال يعني he has positive thoughts أفكار إيجابية إذا كما كتلاحظوا رأك كتبت نفس الحاجة answer these questions how did zank get the idea of the cardio pad كيفاش حصل على الفكرة ديلة هالكارديو pad هنا مثلا فرضو مفهمتيج عندك the idea the idea هي اللوموكلي انتع هاد الجملة هذي كان شيك ألقاها هنا the idea for his invention وقع هاد شي هدا غدي تكتبوه أنا عندك جوابك صحيح إذا هو يلي كتبنا هنا يقول شي this idea came to his mind while he was watching a TV program about electro graphics electrocardiographs هنا قدرت his لأنه قالك came to my mind ألا أتمنت في التكست عندكم came to his mind I'm sorry number two what does the heart specialist do with the information he or she receives from the nurse إذا هنا عندي heart specialist and the information and he receives from the nurse يعني هادوك الانفرماسيون ذاك المعلومة اللي كيستقبلها من عند النورس أشنو كيديل بها هادوك ال specialist انتع القلب عندي هنا يا في الأخر the heart specialist makes a diagnosis and send it back with a prescription to the nurse treating the patient إذا هي اللي غدي نكتب هنا يا three how did zan collect money for his project كنظن أن هذه غدي تكونوا فاهمينها عندك money فلوس عندك projects هناك تلاحظوا أن ممكن ممكن ما غديش تفهموها مثلا أغلبية أو لبعد منكم إلا ما كتوش عارفين إشنا هي funds ما دام انتو ما دا بعارفين إشنا هي funds فانتو هما عندها علاقة بالفلوس إذا نرى غدي تلاحظوا أن هذا هو الجواب الصحيح يعني باش أنه يجمع الفلوس اشنو دار كيفاش دار باش يجمع collect هي يجمع الفلوس so i posted a video هي اللي غدي تكتبوه مثلا تقدروا تكتبوه ما عرفتوش كيفاش تأولوها هذه الجملة تقدروا تكتبوها هي كما هي غتكون عندكم صحيح تقدروا تتقولوها بهاتطريقة هي ديك آية ترجعها هي لأنك تهضر عليه هوية وهو راجل كون كان مراغا تقولو تشي so he posted a video about he's not my he's project project ديال هوية on Facebook to raise the funds دي complete the following sentences with the cardiopad hard patients in distance areas no longer need to يعني ما هاد الكارديوپاد hard patients مرضى ديال قلب in distance areas لكي نفدوك الماناتق البعاد no longer need to مابقوش مازال محتاجين باش ااش كالله دعنا كين هنا يوم do not have to travel to seek medical examination هي اللي غدين ديرو to travel to urban centers to seek medical examinations number two zang is not interested in making money ما شي ان تغسس ما مهتمش بش انه يدير الفلوس but كتلاحظو هنا ها هي but who share his vision which is not for money but of better ways to help improve people's lives يعني هنا انا درس ببط improving people's lives ولكن تقدرون تديرو but he is interested in making better ways to help others to improve people's lives تهيه تقدر غدي تكون صاحح find in the text words or phrases that means the same as عندنا limited عندنا في الparagraph هنا عندك limited فيها اده في الاخر يعني past اذا انا فش غالدي نجي نقلب هو verb وفي simple past فش غالدي نقلب انا في الparagraph 2 automatic moon غالدي نكون كنقلب على verb في simple past هو اللي كنقلب عليه يقدر يكون عندكم بزاف ديال افعال ممكن شي ما ممكنش وذاك شي اللي غدي يكون ولكن على الاقل كتليميتيو كتحصروا كتحصروا هذا ديالكم ذاك شي اللي كتقلبوا عليه كتحصروا كتنقصوا من قاع هذوك الكلمات كتبلوا كتقلبوا غير على الافعال اللي هما في simple past هما كينين بزاف ولكن ديجا شرحت لكم restricted محدودين ليهي limited limited هي محدودين restricted محدودين اذا عندي restricted look for look for هو انك تقلب اذا هنا عندي عندي infinitive اذا نقلب على infinitive اللي غادي نلقاوه هنا to seek انك تقلب على medical examination expert في الparagraph 5 غادي نكونوك نقلبوا على adjective هي specialist what do the underline words in the text refer to عدنا الدم نشوفو في الparagraph 2 اولا نشوفو الجملة من الول ديالها عندي من هنا يا وين when a medical examination is performed واول حاجة مدم عندكم them ياكو عندكم them اذا غا تكونوك تقلبوا على واحد الاسم واحد المهم واحد الكلمة اللي هي في plural غالبا غا تكون اسم لانه ماشي فعل غادي تقلبوا على اسم في plural غيال يعني فيها اسفل اللخر اذا هنا شنو اللحظو when a medical examination is performed on a patient in a remote village the results are transmitted from the nurse's tablet and which who then sorry who then interprets them اذا عندي جوج اللي فيهم اسفل الخر ولكن هذا verb هات interprets verb اذا عندي result هو الجواب صحيح هادو بالنسبة لما كنتيش فهم قعتا شي حاج which which paragraph ثالثة هلا هي اذا غادي نقرأ من اللو العود الثاني this this led to twenty thousand dollar grant from the cameronian government which zang used to produce twenty tablets two of which are being tested in hospitals and cameron two of which هي جوج من هم من من هادوك tablets لثاوب اذا عندي tablets نديرو ضغياء هاد language ما بغيتش نفرق هاد الفيديو على جوج لان هادش اللي در الف life give the correct form of the words and brackets اذا هاد الكلمات اللي كانين between brackets غادي نديروهم فال form المزيان الصحيح زيما يعني عندك تحولوا الفعل او عندك adjective غا تحولوا الاسم هدي هي حطوه في correct form هنا بزاف الناس يقولوا لي وستدرها ما عندناش prefixes و suffixes في الامتيحان واخا نفرض انت ما عندك prefixes و suffixes في الامتيحان كيف اما راجعتهمش كيف هاد يجاوب على هاد السؤال هذا لان لان هاد جاوب على هاد السؤال هاد محتاج prefixes ولا suffixes نبا نشوفو كيف ال prefixes هما الحروف اللي نزيدهم في اللول دي الجملة في اللول دي الكلمة بحي مثلا responsible باش نديرو ضد دي الها can d irresponsible يعني ذات er و suffixes هما الحروف اللي نزيدهم في الآخر نتاع الجملة الكلمة زيما اذا عندي مروكو dependent إلا كنت عارف ال prefixes و suffixes غتعرف ان هاد الجملة هاد راه ضد متاع dependent لان اصلا dependent هو شي واحد اللي هو يعتمد على شي حاجة معتمد ماشي شي واحد مستقل بحد ذاته زينا لها دي إن في اللول باش ان نحنا نحول لها ونرول لها opposite درنا لها ضد باش تولي شي واحد مستقل إذن هنا باش إلا كنت قريتي suffixes و prefixes غتقدر تجاوب عليها غتدير independence إذن درنا ان س حييد نديك دك ت و س ا ان دك هنا is a noun أنا محتاج a noun ماشي adjective لأن adjective يوصف لي واحد الاسم وهنا هذا adjective هذا ما يوصف لي حتى شي اسم عندي مروكو was the first country كانت أول دولة في العالم لكتعرف هاد الانديبنز الاستقلال دي the USA number two developing renew energy is among the priorities the priorities of the مروكو government عدنا renew عودتاني إلاك انتقلت البرفكتز وصفكتز غادي تفهم أنه أصلا الأصل ولا الكلمة الأصلية هي new وازنا لها renew يعني شي حاجة جديدة فاش كنزيدوا لها re الverb فاش كيكون عندك شي verb ولا شي اسم ولا شي حاجة فاش كيكون عندك new مثلا إذنالي هادك re يعني كتعود كتجدد دي هنا غادي تلاحظ أنك تجدد so renew energy renewable energy يعني لك انتوا عود تاني هالعودة هادله درها دي باش دي كل ناس اللي قالك ما كاينا يش البرفكتز وصفكتز هنا يلك انتقار البرفكتز والصفكتز غادي تعرف دي ك able كدار باش نحولو واحد مثلا اسم ولا verb باش نحولوه لهذا الadjective renewable energy يعني ديك الطاقة المتجديدة is among هي من الأولويات priorities هم الأولويات among بحلق لنا ضمن الأولويات ديال الدولة المغربية لحكومة المغربية fill in the gaps with appropriate words or phrases from the list عدنا many in the united states have been struck by the hurricane this year إذا هنا وشغل دين دين problems مشاكل disasters كوارث areas مناطق إذا الجواب صحيح و areas يعني بزفت المناطق في United States number two MSF which makes up stands for calls for medicine sans frontier إذا هنا الجواب صحيح بالطبع automatic mode سيكون عندي stands for لماذا؟ لكي تكون عندكم واحد الكلمة ولكن هي ليس كلمة كيف بحال هذه MSF يعني MSF هم مجرد حروف مجموعة بعضيتهم ومكتوبين capitalized يعني بالمجسكول ماشي بالمينوسكول وتابعينها مباشرة تابعينها النقاط يعني وعندك stand for في التكست في الليست سرا غريت تكتب stand for هنا اعطتكم الجملة التانية قلت لكم مدروا لإن فيها during the infinitive ومعندكم شمتيحان So fill in the gaps with appropriate words or phrases from the list أعطاكم list وقال لكم تعمروا الفراغ بهم So موحا والحسين Everyone calls the maestro Died in February 2016 So عندكم who's whom which الجواب صحيح هو هوم عندكم which كان حيدوها كان آنيليوها علاش ما حتى كان فكروا فيها نهائيا لأنها لأنها which كان ديروها للحيوانات والأشياء ما كان ديروهاش للإنسان وحنا كان نخضروا على موحا هنا عندي who's whom علاش اختاريت هوم ما اختاريش هوز هوز فاش كان بغي نحدد شمن موحا بالضبط عن طريق شي حاجة ديالته هوايا شي ملكية ديالته هوايا واش عندنا هنا دوين على شي حاجة ديالته هنا يا لا قلنا هادك موحا الحسين اللي قاع للناس لكل شي كعيط عليه دم مايسترو إذن هنا يا في موضع المفعول به لأن الverb اللي عندنا اللولاني هو calls اللي كل شي كيقول لي كيعيط له بهذا السمين تاع دم مايسترو إذن هنا يا هو الأوبجيكت وذلك everyone هو السبجيكت لماذا؟ لأن ذلك everyone calls him ولا calls موحا الحسين دم مايسترو لأن ذلك الفرب calls مثلا واحد الحدث واحد الأكشن هو ذلك موحا هو اللي كيستقبلها هو اللي كيعيط عليه الناس بهوكوك ماشي هو اللي كيعيط على الناس دم مايسترو إذن ذلك شي لجدرنا هوم وهذا هو الفرق ما بين هوم و هو يشيلوا كان هو مثلا قدروا نقولوا كون كان هو ينيد سوبجيكت هو اللي دار واحد الفعل هو اللي دار واحد الأكشن كنديرو هو ولكن فاش كيكون هو اللي كيستقبل ذلك البرسن لعدنا في ذلك الجملة هو اللي كيستقبل الأكشن كنديرو هوم ثانية ما كلاحتاشي حاجة اليوم ما يكون فيه جوع بزر عندي مست 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 إذن الجواب الصحيح هو مست عندك مست هاف كان أن يليها حتى ما كنفكرش فيها علاش ما كنفكرش فيها لأنه عندي الفرب من نورة مست عندي بي عندي في الانفينيتيف ومست هاف كيتبعها الباست بارتيسيبو إذن أن يليعلي مست هاف ما تفكرش فيها نهائيا أو في اللي فيش حال من واحد اخطأ فيها وكتب لي مست هاف الجملة عندي هنا باينة وواضحة لأن أحطتها لكم سهلة مي برودر أخداني مكلة حتى شي حاجة اليوم يعني غايكون ضروري this is certainty يعني شي حاجة ضرورية غايكون حس بالجوع بزر إذا ماشي مست كن كلا شي حاجة أو لكلة بزر غنقوله مست ولكن he didn't eat anything today put the verbs between put the verbs in brackets and the correct tense أيضا عندكم the correct tense اللي غادي نديره هنا يوم by june 2018 the workers complete the high speed trail between tanger and casablanca يعني من هنا 2018 وما تنسوش انه 2018 هنا يارا فيوتر لان انت حان محطوط في 2016 يعني العمال غادي يكون كملوا دك طريق سريع بين tanger و casablanca إذا هنا automatic mode ندير future perfect ما نفكرش علاش لان عندي buy buy وتابعها time expression in the future فاش كن بغي ندير هذا فاش كن بغي ندير future perfect ما نفكرش and we'll have كن حطا هي اللولانية لانها كتكون في جميع personal pronouns سواء كان plural سواء كان singular كن دير we'll have عادك الفرب اللي بين قوسين كنصرفوه في past participle وال past participle نتاع complete عندي هي completed لانه regular verbs من regular verbs ليلة first met her husband when she was at university in 1996 إذا هنا ندير واحد expression time expression in the past إذا ندير met re-write the sentences beginning with the words given يعني نعاود نكتب هات sentences هادو به هادو الكلمات اللي بديل لنا بهم إذن عندي أحمد صفريوي wrote labwot amirvey in 1954 سو بديلنا labwot amirvey إذا هن اوتوماتيك ما غنفكر أن أنا غد نكتب passive voice إذن was written by أحمد درت لكم بين قوسين سو درتها عندك صحيح ما درتها عندك صحيح السبب هو أنه الاستعمال من الأصل لأن نستعمله لأن ما نكون عارفين شو هو السبجيكت أو ماشي شغلنا ماشي شغلنا شكل دار سوبجيكت نحن همنا أنه دي كلاب واتمير في تكتبت في 1954 ماشي شغلنا وش أحمد الصفريوية ولا شي حد آخر حن شغلنا أن هت تكتبت في 1954 نكشيش علش درسيها رع صحيح ما درسيها شرع صحيح دي بينا اكسبرت جيم كون نحن بينا نحن بينا درسيها دي يعني وخا هو خبير اكسبرت جيم لا يمكن أنه يرجع الملفات من الدير دير لذا جيم هنرح تقريبا بحال بحال يعني ما دلوا لكم تايشي حاجة ما بدلوا لكم تايشي حاجة عندكم دي سبايت هي كنديروها في واحد العبارة كنستخدموها باش نديرو الكنسيشن و سهلا بكل سهولة بكل سهولة ماتش دي ايش اكسبرشن و ايش 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 ضربت لكم على هذوك لانا ما عندكم هذوك فانكشن ضربت لكم واحدين خلي نمبر انا انا تاربلي سوري اي فرغت يور بوك اذا هن اي عندي ام تاربلي سوري كان اعطي ضرب زاف نسيت الكتاب ديالك هنا عندي اكسبرشن افولوجي نمبر 2 for me the national exam shouldn't be post بوند هنا بوس بوند شهر حتاج حال من اخترام و خصوش يتأجل اذا عندي ذا لك الاسبترشن كتبية لي ان انا 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 اوبيين write appropriate expressions or response to the following situations reading books is better than another I think they have the same effect in learning languages يعني كان ان عندهم نفس نتيجة نفس اتير في تعلم اللغات انتم طبعا تقدروا اعطو اي فكرة ديالكم وهنا ما قالوش لكم agree or disagree موهيم قالوك عطي الفكرة ديالك your friend can't decide whether to buy a tablet or a laptop صدق ديالك ما عرفش وش اعطيه واحد النصيحة اذا انا هنه درت يعني ضروري فاش كي يقول give him advice او express opinion خذكم تديروا expressions انت انا ادرت i think انا ادرت ادرت او 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 صاف كتبعها by laptop مثلا كتبعها الانفينيتي without you هنه قتلو if i الفيديو هذا ال writing سنجد في فيديو اخر باش ما يزيد شي طوال الفيديو كتر من هاك او كنتمنى انكم تكونوا استفتو من هاد الامتيحان يعني ما حتكم تخدموا بزاف ديال الامتيحان سوى كانت شعبة ديالك سوى ما كانت شعبة ديالك انت الهدف ديالك انك تخدم الهدف ديالك انك تقدر تعرف كيف تحط الاسئلة وكيف تصرف في النهار الامتيحان اذا ما شيش حاجة صعبة صارحة خسغي واحد شوية الوقت و كانت من لكم التوفيق بزاف الى عجب هذا الفيديو وتنسو اضغط على لايك ولكن انت جداد فضل اشيال كما دائما نقول لكم اضغط على زر